اشتركوا في القناة لا يخلو يوم من خبر يتحدث عن موت معتقل في سجناصرية المركزي المسمى بالحوت لأن الداخل إليه حياً لا يخرج منه إلا جثة هامدة تتحدث التقارير الحكومي عن وفيات طبيعية لكن نظرة بسيطة إلى الأعداد المتزايدة وعمار المعتقلين أو قضاياهم تكشف عن خطة إعدام ممنهج أبطالها الأجهزة الحكومية بمحققيها وقضاتها وحتى حراس السجون وضحاياها هم مدنيون واعتقلوا في الغالب تحت ذريعة الإرهاب أو صدرت عليهم محكام بالإعدام أو المؤبد في محاكمات وصفتها Human Research بالصورية مرصد أفاد الحقوقي تحدث عن انتهاكات جسيمة خلف القطبان وهذا يفسر ازدياد أعداد الوفيات داخل السجون التابعة لوزارة العدل وسجون التسفيرات ومراكز الاحتجاز منذ مطلع العام الحالي بسبب ما قال إنها ظروف احتجاز سيئة يستمر فيها التعذيب الممنهج وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز آثار تعذيب واضحة وثقها المرصد على جثث المعتقلين الذين توفوا بعارض صحي كما تقول السلطات حوادث متكررة تستدف فئة واحدة من المعتقلين أمر لا يقنع قائلة فكيف بذوي الضحايا؟ المرصد ذكر أن أكثر من نصف الضحايا من متوسط العمر بين 35 و50 عاما لم يكونوا يعانون من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية مؤكدا أن السجنين الناصرية والتاجي في بغداد تصدر أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة وزارة العدل قالت إن اكتباض السجون بالمعتقلين هو السبب وراء تفشي الأمراض بينهم والأوبئة وهذا ما يعده كثيرون إقرارا ضمنيا بالمسؤولية ترى من اتهم مدنا بأكبلها بالإرهاب ثم كدس الناس في السجون ويسوقهم اليوم إلى الموت واحدا تل والآخر